اشتركوا في القناة إلى قصة البقرة كما ذكر الله سبحانه وتعالى وما كان من بني إسرائيل من التكلف والتعنت وأن الله سبحانه وتعالى بيّن لهم بيانا شافيا فكان فيه من العبر والعيضات فيما ابتلاهم واختبرهم به سبحانه وتعالى ولهذا قال فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون وهذا هو المقصود من مثل هذه الآيات والدلائل والتعقل والنظر هذا يبين أن الشريعة منه عليه الصلاة والسلام مبنية على هذا الشيء وهو الفهم والنظر والتعقل وأن العقول تدرك حسنه لكن قد يخفى عليها شيء مما جاء في الشرع فيؤمن بحكمته سبحانه وتعالى فإن ظهرت له فهو نور على نور وإن لم تظهر له فليسلم مع أن الحكم والمعاني تظهر وتتبين بأدنى تأمل وخصوصا في شريعتنا فلله الحمد والمنة على ذلك قال سبحانه وتعالى بعدما ذكر هذه القصص وهذه العبر وهذه الدلائل من إحياء الموتى ومن تفجر الماء من الأحجار ومن إنزال المن والسلوى ومن فلق البحر لهم والآيات المتلات تالية العظيمة وأن الله سبحانه وتعالى ظل لهم بالغمام فأغدق عليهم نعمه لأجل أن يشكروا لأجل أن يتعظوا لعلكم تعقلون لعلهم يتفكرون وينظرون لكن بعد ذلك لم يكن منهم إلا الإعراض والإباء ولهذا قال سبحانه ثم قشت قلوبكم من بعد ذلك من بعد إما أنه من بعد ما رأوه من إحياء القتيل حين ضرب بشيء من البقرة فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آيات يرونها ويبصرونها لعلكم تعقلون لكن قشت قلوبكم قشت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة القشوة ثم بعد ذلك قشت من بعد ذلك قلوبهم قشى هذا فعل ماضي مبني على الفتح المقدر لأنه أصله قشى لكن حين اتصل بتاء التانيث الشاكنة التقى شاكنا ألف الألف التي في آخر الفعل وتاء التانيث الشاكنة فإذا التقى شاكنان فحذف ما شبق فحذفت الألف ثم بعد ذلك كان الفتح مقدرا لأن الأصل في الفعل الماضي أن يكون مبنيا على الفتح إلا في أحوال إلا في أحوال مثل اتصاله بواو الجماعة ذهبوا شعوا نحو ذلك جاءوا المقصود فبني على الفتح المقدر لالتقاء الشاكي ثم قشت فهي والفعاطفة وهو ابتداء كلام فهي كالحجارة وهذا وهذا الضمير مبتدى كالحجارة خبر كالحجارة خبر فهي جملة تامة صفة لقلوبهم أنها قشت وصارت كالحجارة كالحجارة إما أن يكون مضاف ومضاف إليه وإما أن يكون جارا ومجرورا فالخبر خبر الضمير إما أن يكون الجار والمجرور إذا قلنا إن الكاف حرف جر والحجارة مجرور وإن قلنا إن الكاف اسم فهي كالحجارة فتكون الكاف اسما فالمعنى مثل مثل الحجارة فهي مثل خبر وهو مضاف والحجارة مضاف إليه أو يقال إن الكاف هذه حفجر والحجارة مجرور والخبر إما نفس الجار والمجرور أو متعلق الجار والمجرور على الخلاف بين الكوفيين والبصريين فهي كالحجارة أو أشد قسوة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة واختلف في أو هنا قيل أو هنا بمعنى الواو أي وأشد قسوة وقيل بمعنى بل ليست بل التي للإغراب لكن أن المعنى بل أشد قسوة أشد قسوة من الحجارة ثم بيّن سبحانه وتعالى ذلك فالحجارة قد يخرج منها الماء قد تتفجر قد تتشقق قد تهبط من أصل الجبل وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله ذكر ثلاث صفات للحجارة قلوبهم على خلاف ذلك وما الله بغافل عما تعملون قال ثم قشت قلوبكم يعني من بعد هذه الآيات والبراهين الآيات الكونية والآيات التي فيها خرق للعادة وهم يشاهدونها لكنها قشت قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قشوة بل هي أشد من الحجارة لأن الحجارة تتفجر منها المياه وأنتم شاهدتم ذلك فإما أن يكون المراد الحجر الذي شاهدوه ويرونه يتفجر منه الماء يضربه موسى عليه الصلاة والسلام فيخرج منه عيون من الماء تتفجر بل أنهار ولهذا قال وإن منها لما يتفجر منه الماء كما ذكر سبحانه وتعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار يتفجر يبدأ يتشقق ثم بعد ذلك يندفق الماء اندفاق عظيم وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافر عما تعمل مثل عظيم الله سبحانه وتعالى يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله الله أكبر هذه الحجارة تتأثر وقلوبهم لا تأثر قال بعضها العلم لم يقل أنها أشد قسوة من الحديد أو أصلب من الحديد لم يقل ذلك لأن الحديد قد يلين وينصهر بالنار وقلوبكم لا تلين الحجارة لا تلين الحجارة لا تذوب يعني على العادة لكن تتفتت هذه الحجارة قلوبكم لا تتأثر فهي أشد فالحجارة قد تضربها وتفتتها وتكشرها وتذهب بل قد تضحن وتكون كالتراب لكن قلوبكم أشد من ذلك وبهذا فارقت الحديد وكانت أشد من هذه الجهة من الحديد وهذا يبين أنه كما قال سبحانه وإمي شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تشبيحه الحجارة قال وإن منها لما يهبط من خشية الله اختلف في هذا قال مجاهد رحمه الله ما تفجر حجر بماء ولا تشقق به ولا سقط حجر من علو جبل إلى سفحه إلا كان من خشية الله هي من خشية الله والحجارة الله سبحانه وتعالى أو دعها ما تسبح به والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله سبحانه وتعالى عليم عليم ما يفعلون عليم بتسبيحهم النبي عليه الصلاة والسلام صعد على جبل أحد فارتج واهتز لما صعد عليه النبي من هول يعني صار له نوع إدراك نوع إدراك فاهتز الجبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه كما يخاطب العاقل لكن ليس له ليس له عاقل لكن يخاطبه لأنه فيما يظهر يدرك هذا الخضاب أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان نبي النبي عليه الصلاة والسلام وصديق أو بكر وشهيدان عمر وعثمان رضي الله عنه وجاء في رواية أن عليه أكثر من هؤلاء والحديث الصحيحين لكنهم قصة القصتان فالله أعلم أثبت أحد وقال عليه الصلاة والسلام لما قدم من سفره وراء أحد قال أحد جبل يحبنا ونحبه وجاء أنه جبل من جبال الجنة في رواية فيما أذكر أنا لا أستحذرها الآن أظنها صحيحة رواية أنه جبل من جبال الجنة هل هي في الصحيحة أو في مسند أحمد لكن حضرت الآن لكن رواية معروفة أنه قال جبل من جبال الجنة أحد قال يحبنا ونحبنا ونحبه حبنا ونحبه قال فأثبت له عليه الصلاة والسلام المحبة وأثبت له أيضا قوله عليه الصلاة والسلام لما قاله أثبت أحد هو جاء في جملة فضائل جاء في جملة فضائل وقيل إنه من اسمه أحد الهمزة والحاء والدال وأنه متوحد من الجبال وأنه يشير إلى الأحدية وأحدية يعني في هذا المعنى فالمقصود أن الأخبار في هذا كثيرة النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في صحيح مسلم قال كما عن أبي هريرة إني لأعرف جبلا بمكة إني لأعرف جبلا بمكة حجرا إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل النبوة يسلم عليه على الرسول عليه الصلاة والسلام عرفه هذا الحجر قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام يقول إني لا أعرفه الآن يقول عليه الصلاة والسلام فهذا يبين ما في قوله سبحانه وتعالى وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ الله أكبر يقول الحسن رحمه الله في لفظ قاله لعله عند البخاري والحديث في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب إلى جذع نخلة قبل أن يصنع المنبر كان يتكي على جذع إذا خطبهم عليه الصلاة والسلام يعني يرتاحوا واستندوا إليه عليه الصلاة والسلام ولم يكن صنع المنبر قبل في ذلك الوقت فلما صنعت المنبر امرأة من الأنصار وقالت إن لي غلاما نجارا فصنع له منبرا فلما فرغوا من المنبر جاز النبي عليه الصلاة والسلام مر بالجذع وهو في طريقه إلى المنبر وذهب إلى المنبر فلما مر بالجذع خار وكاد ينشق الجذع فرجع النبي إليه عليه الصلاة والسلام وضمه إليه كما يضم الطفل حتى هدأ حنينه وبالصحيح أن له حنين أو خنين لما مر به النبي عليه الصلاة والسلام ولم يخطب عنده الله أكبر آية عظيمة قال الحسن رحمه الله يقول الحسن رحمه الله أنتم والله أحقوا أن تشتاقوا إلى رسول الله صلى الله وسلم أو تحنوا إليه من هذا الجذع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنتم حق بالاشتياق والحنين إليه عليه الصلاة والسلام من حنين هذا الجذع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في مسألة هذه الجمادات وأنها تأثرت وهي كالمطر حين تنظر إليها في السيرة الصحابة لم يكونوا يطلبونها ولم يكونوا يتكلفونها من النبي عليه الصلاة والسلام لكن تأتي هذه الآيات العظيمة يقول ابن وسعود رضي الله عنه كما في صحيل بخاري كنا نسمع تسبيح الطعام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام يسبح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بالك بالحيوانات أمرها أعظم أمر الحيوانات أعظم لأن الحيوانات لها إدراك ولها إرادة ولا حياة حقيقية ليست كالجمادات وسهدت بعض الحيوانات للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة في عهده عليه الصلاة والسلام نعم عند أحمد إسناده صحيح إسناده عندك تقرأه إسناده في الصحيح هذه معروف هذه الجب يحبون أن يحبوا هذا عن أبي حميد الساعدي وعن غيرها أيضا لكن زيالة جبل أمي الجنة عند أحمد عن جامره وعن إسناده موجود الحديث صحيح إزياده في معنى صحيح نفس الحديث هذا جبل من جبال الجنة وهو موجود في موسوعة الكتب التسعة موجود إسناده في الكتب التسعة إذا وضعت تجد يمكن هذه اللفظة بإسنادها فالنبي عليه الصلاة والسلام سيد له في آيات كثيرة لكن آياته الباقية كتاب الله ما من نبي إلا وقد أوتي ما آمن من الآيات ما آمن على مثل البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحى الله لي باق محفوظ إنا نحن ازلنا الذكر وإنا له لحافظون لكن في هذه الآيات في عهد عليه الصلاة والسلام وحفظت ونقلت وبقيت وهي متواترة في كثير من الروايات وبعضها أساندها صحيحة ومنها القصة المشهورة أن رجلا أعرابيا كان في البرية يسوق غنما له بعدما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمع كأنه بعيد لم يسمع بالنبي عليه الصلاة والسلام وفيه أنه عد الذئب على شات من غنمه فلحق بالذئب فافتك الشات منه قبل أن يأكلها فلما ذهب الذئب بعيدا أقع على ذنبه والتفت إليه فقال له أتنتزع رزقا شاقه الله إلي يتكلم كلام عربي فصيح فقال العرابي وعجبا ذئب يتكلم قال الذئب لكن العجب أن نبيا بين الحرتين يدعو إلى توحيد الله يعني وأنك غافل عند غنمك ما تدري فإنبهر الرجل ويعلمون الحرة والمدينة فذهب إلى المدينة فآوى غنمه إلى كسر بيت إلى ظل بيت ثم جعل يسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عنه فدل عليه فذهب إليه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم حكى له قصته مع الذئب فقام النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا في الناس لأن هذا مقام عظيم فيه عبرة وآية فقال إن هذا وسألها النبي عليه الصلاة والسلام هل أخبرت أحدا؟ قال نعم قد أخبركم بما أخبركم به يقوله عليه الصلاة والسلام صدقه فقال وإنه لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس ويكلم الرجل عذبة صوته وتخبره فاخذه بما أحدث أهله بعده وتكلم العلم عن هذا الحديث المتقدمون رحمة الله عليهم بعضهم يعني ذكر أنه ربما يكون مثلا جيس عظيم من الخيول والإبل ممتد من بلد إلى بلد بعيد عنه فيتكلم فيرسل آخر واحد في البلد إلى من أمامه ويقول ويقول قل لي هلان إن أهله يطلبون كذا وكذا فيقول للذي أمامه حتى يصل إليه وهو في بلد آخر ضربه كمثال فالله أعلم لكن يعني لما جاءت أجهزة اتصال والهواتف نحو ذلك مع أنني سمعت من بعض أهل الاختصاص أنه يمكن استخراج الكهرباء من الفخذ وأنه ربما يجعلها في بعض بدنه فالله أعلم والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير الشاهد أنه كما قال سبحانه وتعالى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إن هو إلا وحي يوحى وإن منها لما يهبط من خشية الله يهبط من خشية الله يقول جابر رضي الله عنه حديث طويل وهو في صحيح مسلم في حديث عبر وقصص كثيرة يقول جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام وكان في سفره وفي غزوه ذهب يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الخلاء قال جابر وكان الصحاب رضي الله عنه يتحرون ذهب من هنا ومن هنا حتى يخدموه عليه الصلاة والسلام ويستفيد من هديه ومن دله يقول جابر رضي الله عنه وكان معه الإداوة وجعل يمشي خلف النبي عليه الصلاة والسلام مشيا خفيفا حتى لا يراه النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يراه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه عليه الصلاة والسلام لا يحب أن يتبعه أحد ويكره ذلك قال فمشى النبي عليه الصلاة والسلام في أرض وهو إذا أراد أن يقضي حاجته يستتر بشيء فبنظر هنا هنا فكانت الأرض براح ليس فيها شجرة أو شيء كحجر أو كثيب من تراب يستتر به فرأى عليه الصلاة والسلام عود شجرة ليس بالمتين لا يستر ورأى من شماله عود شجرة أخرى لا يستره لا يستره فمشى إلى أحد العودين وهو مركوز في الأرض شجرة أو عود مركوز في الأرض من أشجار البرية فأخذ بغصن من صان الشجرة وهي في الأرض نابتة قال انقادي علي بإذن الله انقادي علي بإذن الله فجعلت هذه الشجرة تشق الأرض بعروقها وأصولها تمشي معك كالبعير المخشوش تعرفون البعير المخشوش الذي في أنفه خطام إذا أمشكه صاحبه ينساق معه لأنه بأنفه لو لم ينساق يتألم فانساقت معه كالبعير المخشوش يصانع صاحبه فجعلت تمشي حتى إذا كان بالمنصف يعني من تلك الشجرة تركها وركزها في مكانها ثم ذهب إلى تلك الشجرة الأخرى ثم قال انقادي علي بإذن الله انقادي علي بإذن الله فجعلت تمشي معه كالبعير المخشوش الذي يصانع صاحبه حتى كانت بجوار صاحبتها كل واحد جوارها بينهما فضاء فقال النبي عليه الصلاة والسلام يخاطبهما يخاطب الشجرة التئما علي بإذن الله التئما قال فانضمت إحداهما إلى صاحبتها فكانت شاترة له فقضى حاجته قال جابر وأنا أنظر إليه عليه الصلاة والسلام الآية بهرت هذه فهذه الجمادات من الأحجار والأشجار الله سبحانه وتعالى جعل تسبح وإن من شيء إلا يسبح بحمده لكن كما قال ولكن لا تفقهون تشبيحه بعضهم تكلم في هذا والله أعلم في نوع تكله لا نقول إلا ما علمنا بعضهم قال خرير الماء تشبيحه صرير الباب تشبيحه وما أشبه ذلك فالله أعلم الله سبحانه يقول لكن لا تعلمون تشبيحه فكيف نقول إن هذا الله يقول لا تعلمون تشبيحه إنما هذا اجسهاد والله أعلم بالصحة وظاهر الآية أنه لا يعلم تشبيحه إنها تسبح حقيقة وكل ما في الكون آت الرحمن عبد سبحانه وتعالى نشأل سبحانه أي قيض قلوبنا من الغفلات وأن يتقبل مننا الأعمال الصالحة المنه وكررمها